عثر على رفات نحو 20 ألف شخص في مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا حيث تتوصل أعمال حفر في موقع يعتقد أنه مقبرة جماعية لضحايا إرهاب ستالين حسب ما أعلن مؤرخون وتفيد تقديرات بأن عظام ما بين 5020 ألف شخص متفونة في الموقع ما يجعلها واحدة من أكبر المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في أوكرانيا حتى الآن وعثر على هذه الرفات خلال الشهر الجاري بالقرب من مطار المدينة بعد أن بدأت أعمال استكشافية في إطار خطط لتوسيعه ويعتقد المؤرخون أن هؤلاء الأشخاص عدموا في ثلاثينات القرن الماضي خلال المرحلة التي عرفت باسم حملة الرعب الكبيرة لستالين وذكرت إحدى مجموعات البحث أن الأمر تطلب 400 شاحنة لإزالة الطبق العليا من القمامة ولا تزال جنسيات السجناء والجرائم التي حكم عليهم بالإعدام بسببها غير معروفة ويقول مؤرخون أنه تم سجن وإعدام مئات الآلاف من الأوكرانيين في معسكرات خلال فترة القمع الاستاليني ومن بين أشهر مواقع الإعدام غاب بالقرب من قرية بيكيفينا في ضواحي العاصمة كييف حيث دفن عشرات الآلاف من الضحايا بين 1937 و 1941 ترجمة نانسي قنقر